سلام عليكم جميعاً ملخص وخلاصة الجولة 17 من الدور الإيطاري موسم 20-23-24 في البداية زي ما دايماً بقولوكم ما منساش أهلنا في فلسطين وكل المستضعفين بالدعاء ربنا نصرهم وإحفاظهم يا رب ممكن اتكلمت على ماتش اليوفانتوس مع فرازينوني أو فرازينوني يوفانتوس لوحده وبحطي لكم اللينك بتاع الحلقة ده خليه لوحده هني بتريد نتكلم على ماتش ماتش في عجالة ده الاول بساسولو جانوى جانوى يحقق فوز مهم جداً على ساسولو 2-1 يعني خطف الفوز من ساسولو ساسولو من بعد خلاص هو ما عملش حاجة في الموسم ده لحد دلوقتي غير انه فاز على اليوفانتوس وعلى الانتر في اسبوعين واربعه ومن بعدها ينطف حمام السباحة للغطس فساسولو يعني يخسر على أرضه وجانوى بقيادة جيلاردينو فوز مهم جداً 2-1 على ساسولو امبولي لاتسيو الغريبة ان امبولي ضايع كتير جدا 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 ولاتسيو ضايع الفرص بسهولة او بتقلق المدافعين وحرس المرمة بان امبولي ولكن الحظ خدمه بشكل كبير جدا إجوان يعني زي منقول فيهاأستروبيا شهازا للهجvacc هذا هو فهو الحظ مع الاتسيو بشكله ولكن امبولي هو اللي ضايع يعني امبولي كان ماسك ولاتسيو هو اللي فاز يعني يمكن الحظ يابتسم لاتسيو بعد موتش الانتر اللي هو كان مسيطر إلىُichtig انيس مننس بين ولكن الانتر سالرنيتانا ميلا انا الموتشو ده شفت سبحان الله لسه بفتح جن بتاع كاندريفا كان جن كبير وحلو كاندريفا يعني لما رجليت تظبط ما بيجيبش غير جوان حلوة فكان الهدف الاثنين واحد ولكن لما شفت الهايلايتس كلها لقيت يعني كان موتشو متكافئ لحد ما ميلا ضيع سالرنيتانا ضيع اتنين اتنين ميلا عارف يخطف التعادل في النهاية ولكن برضو اظن التعادل غير مرضي لكل عشاق الميلا او مشجيع الميلا لان ميلا قاعد ينزل في النقاط وابتدى الماتكريز الثالت وهنتكلم على الترتيب ابتدى يكون فيه يعني خطر شوية من بولونيا المنتشي بالفوز على الانتر وهنتكلم على بولونيا في معادل مونزا بيخسر بطريقة غريبة جدا مع فيورنتينا فيورنتينا يفوز واحد صفر على مونزا في ارضه بالرغم من ان كان فيه فرص كتير لمنزا ولكن الحارس مونزا اهدى الفوز لفيورنتينا خطأ سازق جدا يعني كان الهدف الاول لفيورنتينا وما كانش فيه هدف تاني غير يعني ممكن ايكوني ضيع ايكوني بيهرج دامبروزيو اللي شالها ولكن كان هدف محقق لايكوني ولكن يعني في النهاية اعتقد كان مونزا يستحق على الاقل تعادل ولكن لم ينالوا وكان الفوز لفيورنتينا واحد صفر بعد كده فيه مطش بولونيا مع اطلانطا وبولونيا مع تياجو موتا لسه الاماني ممكنة يعني الامور ماشية زي الفول يعني مش عايزين نحسدهم يعني فوز مهمة جدا خطأ في الفوز في اللحظات الاخيرة من اطلانطا يعني يمكن نقول منافس مباشر دلوقتي لان الاتنين فيه منتصف الترتيب والتلات نقاط مهمين جدا فكان فوز مهمة جدا جدا واحد صفر على اطلانطا فيه ارض بولونيا وزي ما بقول لسه الاماني ممكنة للتآهل الاوروبي ومين عارف ده ممكن شامبينز ليد كبير تورينو او دينيزي واحد واحد والتعادل المتوقع اللي انا كنت اهيله في الاسبوع اللي فات قلتلكم يعني ده موتش هيبقى تعادل يعني هما الاتنين هيتعادلوا مع بعض ويخلصونا وقد كان تعادل واحد واحد بين تورينو واو دينيزي يمكن كان فيه اهداف جميلة في الموتش ده هنتكلم على الموضوع الاهداف فيه احلى هدف ولكن هو الخلاصة تعادل واحد واحد نيجي بعد كده المتش فيرونا كالياري وفيرونا يحقق فوز مهم جدا جدا على كالياري بالرغم من سيطارة كالياري تقريبا اغلب المتش حد الطرد اللي حصل لكالياري كان مكونبه تقريبا بعدها يعني الجنين جوم والسيطارة لفيرونا حصلت ويعني فوز مهم على كالياري ولكن يعني كان كالياري في قبل الطرد كان هو يمكن اللي ليه فرص اخطر ومسيطر اتنين صفر في النهاية لفيرونا او هلس فيرونا على كاليري فوز مهمة جدا لهلس فيرونا هنرجع للترد نشر بعدين انتر ليتشي وانتر الفوز السأل المتوقع يعني مش عايزين يبطلوا بقى يعني مش عايزين يبطلوا يعني خلاص بقى يعني كفاية بقى كفاية بقى مفيش هاي تعصر خلص يعني يعني بنقر عليهم وهو يعني بنحاول نقر هو علشان يعني يحصل اي حاجة بقى اتنين صفر الانتر على ليتشي على ملعبه الجونين حلوين وخاصة يعني الجون الاسست بتاع ارناتوفيتش في الهدف التاني البريلة كان جميل جدا يعني ولكن الهدف الاولاني بتاع بيسيك بيسيك عليه ده ولا بيسيك المدافع الالماني ده يعني جايب جون برضو حلو بالهد ولكن واضح انه كان موتش سهلة جدا على الانتر اتنين صفر يعني ما فيهوش كلام غير طبعا ده ضربة الجزاء اللي تعسبت وبعد كده تلاغت ويا فعلا فيها شك يعني ضرب الجزاء ولو ان انها ممكن ما تتحسبش ولو ان برضو كان ممكن لو مع ليوبانتوس كانت اتحسبت ولكن حق ربنا ممكن ما تتحسبش لانه كده كده كان بيلف يعني نيته وضميره بقى لو نزل بييده كده علشان يجيبها ولا لا بس يعني هي شكلها كانت عفوية ففعلا ممكن ما تتحسبش الحاجة التانية ارناتوفيتش برضو ضيع الكور كانت سهل يعني ارناتوفيتش الحمد لله انه ما جايش ليوبانتوس ولكن هو عمل بعد كده الاسست البريلة حلوة لكن في النهاية يفوز سهل 2-0 الانتر على ليتش سهل يعني المتوقع يعني نيجي بعد كده مطش القمة اللي كان مفترض يعني مطش قمة روما نابولي يفوز روما على نابولي 2-0 ولكن برضو بعد طرد بوليتانو طبعا فيه طردين حصلوا حتى القسيمان ويمكن طرد قسيمان كان يعني الانزار التاني بصراحة كان هرش شوية وكان قاسي شوية ولكن يعني الطرد بتاعنا بوليتانو كان يستحقه ولكن يمكن انا بقول للعنوان نابولي خلاص ده او ان نابولي رجع لقواعده بقى خلاص يعني هو ده نابولي هو ده الحاج مش عارف سعيد اللي انا عرف هو ده نابولي اللي انا عرف يعني هو ده نابولي اللي انا عرف فنابولي رجع تاني نابولي المطش يقدر ان هو كان يعني هنقول السجال الى حد ما مع تفوق نسبي لروما كان فيه بوفي كذا كرة ضياحة وفيه كرة لو كانت جن شطة من بعيد لو كانت في الجون وهتحاسب الهدف كان يبقى هدف الجولة بلا منازع ولكن بعد الطرد ابتدى فيه جون برضو حلو جداً لبلجريني من أحسن الليجوان في الجولة هنتكلم فيهم وبعديها جون بتاع لوكاكو يعني في الوقت الضايع ما كانش يعني هو ليه لازم ولكن 2-0 روما على نابولي يعني نابولي بتدى يبعت وروما بتدى يقرب يعني يفوز مهم جداً في مطش قمة الجولة نتكلم على الليجوان ونتكلم على الترتيب والمطشات اللي جاية الليجوان أنا بالنسبة لي علشان ما ضايعش وقتكو فيه جون طبعاً بلجريني حلو جون بريسيك حلو جون باريلا حلو فيه جونين بتوع اودينيزيو مع تورينيو زسواء زراجا او إليتش ولو أن إليتش كان يعني هدف استروبيا شوية الجون حلوة ولكن أنا بالنسبة لي جونين اليوفانتوس مش علشان اليوفانتوس أنا بتكلم يعني يعني جون يالدس حلو جداً وفيه مهارة وعدة من أول من ثلاثة ودخل وسنشاطة في الدايقة وهو اللي فتح المطش وفي سنه الصغير جون جميل جداً ولكن برضو أنا بالنسبة لي فلاوفيتش الهدف كان جميل يعني فلاوفيتش من أول الأسست أنه راكب طير الكورة وحطتها بإيده بصراحة فلاوفيتش برضو هدف جميل أنا معرفش أنتوا رأيوكو إيمين أحلى هدف في الجولة أو حد عنده حاجة يقولها لي في التعليقات ومعرفش بالنسبة لكم لو هنقول يالدس ولا فلاوفيتش بغض النظر أنا اللي بيحبه فلاوفيتش أو ما بيحبهوش أنا بتكلم كجمال هدف وانت بتتفرق كده اللي انتزع منك اللي قبه اللي اتنين بصراحة يعني أنا بصراحة اللي اتنين مش قادر أقول مين أحسن من مين يعني ممكن ساعة تقول شوية أقول يالدس وشوية أقول فلاوفيتش مش قادر أقرر بصراحة وليل رأيوكو إيه ولو إني يعني جون فلاوفيتش برضو في القاعدة كده ما عرفش يمكن الزاوية بتاعت التصوير ما عرفش ولكن الجونين حلوين جدا فأنا شايف جونين الجولة أو هدف الجولة بين يالدس وبين فلاوفيتش الجونين بتو اليوفانتوس فعلا من غير تحيز ولكن الجونين دول كانوا حلوين جدا يمكن زي ما قلت في جون تانية لو حد عنده حاجة تانية نجي نتكلم على الترتيب الانتر يعني 44 نقطة في المركز الأول واليوفانتوس في المركز التاني بـ 40 نقطة لسه الحمد لله محافظين على فرق الأربع لقات يعني بعد التعادل وكانوا اتنين زادوا الجولة اللي فاتت ولكن اللي حصل حصل ميلان ابتدى يبعد شوية بقى سبع لقات فرق بقى 33 نقطة في المركز الثالث بولونيا يقرب من الميلان وهيبتدى يعمل عليه ضغط بـ 31 نقطة وراء على طول في يورنتينا في المركز الخامس بـ 30 نقطة روما رجع تاني لنغمة الفوز بعد الخسارة الجولة اللي فاتت 28 نقطة في المركز السادس نابولي بعدي مركز سابع بـ 27 نقطة وأتلانتا بعدي في المركز الثامن بـ 26 نقطة يعني تقارب كبير جدا في النقاط زي ما دايما بقول المنطقة دي يعني خطر جدا لاتسو تاسع بـ 24 نقطة تورينو عاشر بـ 24 نقطة بنفس العدد النقاط منذ 11 الخسارة أخريته شوية كان ممكن يكون فوق لاتسو تورينو ولكن هو في المركز الـ 11 بـ 21 نقطة ليتشي في المركز الـ 12 بـ 20 نقطة جنوى 13 بـ 19 نقطة فروزينيوني برضو بنفس عدد النقاط بـ 19 نقطة في المركز الـ 14 ساسوله ابتدأ يختص زيادة وزيادة في المركز الـ 15 بـ 16 نقطة فيرونا مركز 16 بـ 14 نقطة وأودينيزي حاجز المركز الـ 17 فوق المركز يعني الهبوط بـ 14 نقطة وكالياري 18 بـ 13 نقطة أمبولي 19 بـ 12 نقطة وسيلرنيتانا يقبع فيه نهاية الترتيب كالعادة ولكن خد له نقطة بدل ما كان 8-9 نقاط علشان يعني التعادل مع المين نحن في الجولة الـ 18 برضو الموضوع هيكون مقسوم على يومين الحد مش هيكونش فيه مطشاط حاجة يعني فيكون سايبين لهم فرصة للإحتفال ولكن هيكون عندنا برضو جمعة وسبت عندنا يوم الجمعة أربع مطشاط فيورنتينا مع تورينو مطش أنا شايفو هيكون متقارب بشكل كبير نابولي مونزا برضو هيبقى متقاربهم يعني ولو إن مونزا ممكن يعمل حاجة على ملعب نابولي جينوى انتر مطش ممكن يكون صعب شوية على الانتر ولكن يعني ما صعبش عليه حاجة بقى ونديها كده نديها شابورة برضو جايز تشتغل يعني كلهم شجعين اليوفانتس والميلا مع بعدينا كده يعني جايز نعمل حاجة يعني فالانتر يعني مع جينوى جايز جيلاردينو هيعمل حاجة هنشوف يعني الموضوع ولو إن يعني برضو يكون سهل في الغالب لانتر لاتسيو فروزينوني لاتسيو حبة فوق حبة تحت يعني ممكن الموضوع زي ده فروزينوني يعمل حاجة قاعد ده كده الاربع موضوع بتوع يوم الجمعة نيجي يوم السبت ست موضوع أتلانتا ليتش يعني مفترض يكون سهل على أتلانتا ولو إن ليتش ممكن يعقر شوية كاليا ري أمبولي موضوع متكافئ إلى حد ما يعني ممكن يبقى تعادل أودينيز هل ساسولو هيعمل زي ما عمل مع الإنتر وليوفنتوس وهيكسب الميلا على أرض ولا الميلا هيعرف يفوز ويرجع لنغمة الفوز بعد التعادل مع سالارميتانا يوفنتوس روما مطش قمة الجولة والصهرة ليوم السبت على ملعب اليوفنتوس وانا تمنها ان شاء الله فوز لليوفنتوس كانت الخلاصة وأحلى هدف والترتيب والمطشات اللي جاية هي دايما مقولة لأول مرة يشوف القناة دي مش قناة بس عن الدول الإيطالية أو الكورة أو اليوفنتوس لأ فيها كلام طب وشرح طبي بشكل مبسط وحاجة كتير بعيدة عن الطب يارب تكون قناة ممتعة ومفيدة لو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعمله واشتراك عشان يسؤلكه كل جديد وبصوا على القواب علشان كل واحد يشوف يتمامات ويبص عليها ويعني أمن روعاتهم وحسب الله أن يعمل وكيل على كل ظلم وحسب الله أن يعمل وكيل قبرا لدينا العمر والصحة ونشوف بعد على خير الماتش الجاي أو الليوف الجاي أو الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته